كيف تفسر هذه الدعوة من جوزيب بوريل بقيام دول التكتل بدوريات في مضيق تايوان هل يبدو أنه إعلان تبعية للسياسة الأمريكية فيما تعلق بتعاملها مع الصين الإعلان هو يعقص بدون شك تبعية بروكسل للاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة خاصة من هذا التصريح يأتي أو الطلب يأتي على لسان ممثل الشؤون الخارجية لكن مدى واقعية هذا الطلب وهل ممكن أن تقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ ذلك هناك جملة معوقات هذا أولا الطلب هو يتناقض مع مصالح دول أوروبا الوطنية فإذا بروكسل تتناقض وتتعارض مصالحها مع باريس تحديدا خاصة بعد زيارة ماكرون إلى الصين وكذلك مع برلين التي تعتبر هي برلين باريس المحور الرئيسي الذي يقود الاتحاد الأوروبي فإذا هناك بدون شك سوف يكون بعض الدول الوطنية هي غير مستعدة أن تنجر وراء الولايات المتحدة وأجد أنه كانت هناك تصريعات من ماكرون وحتى من ألمانيا بأنها ليس في وارد بالدخول في أي تحالف عسكري مستقبلا مع الولايات المتحدة خاصة لو تحدثنا عن تجربة أفغانستان وكذلك في ليبيا وفي مناطق أخرى فإذا لا تجثق الآن ما بين الدول الوطنية الأوروبية والولايات المتحدة أما إذا نتحدث عن مدى الدعم اللوجستي والوجود صحيح هناك وجود في المحيط الهندي إلى القوى البحرية الأوروبية لكن هناك مشاكل كثيرة عدم تكامل هذه القوى ضعف هذه القوى وكانت تجربة ربما في الخليج العربي وكذلك في مناطق أخرى لا تستطيع أو لم تستطع الدول الأوروبية إلى إقامة قوى أوروبية موحدة لماذا الآن تغامر أوروبا بخطوة مثل هذه؟ ألا تخشى من رد الفعل الصيني؟ بروكسل أجد أنه يتجه بالاتجاه المعاكس إلى دول أوروبا ويتجه بالاتجاه المعاكس إلى سياسات دول أوروبا بدون شك دول أوروبا تخشى ولو تحدثنا عن باريس وفرنسا لديها المصالح الكثيرة وهي تجد أن الصين هي اللاعب الأكبر الآن في موضوع الأمن الدولي وهي ممكن أن تمثل ورقة ضغط على روسيا مع ذلك هي أيضا تجد فيها الصين هو طوق اقتصادي بالخروج من الكساد الاقتصادي لدول أوروبا فإذن هناك تعويل وهناك اعتماد على الدور الصيني في أوروبا وهذا يتناقض مع ما يذهب له لاك بوريل وهذا ممكن أن يتماشى ربما مع مسؤولة الاتحاد الأوروبي ربما تأخذ سياسات بصراحة ليست في صالح دول أوروبا وهذا ما شهدته ربما زيارة مسؤولة المفاوضية الأوروبية إلى الصين برفقة أو بجانب الرئيس الفرنسي ماكرون ما هي الردود المتوقعة من جانب الصين حال القيام بهذا الخطوة من الجانب الأوروبي الصين لا تتردد في توجيه الانتقادات إلى الدول التي تتدخل في موضوع تايوان يذكر بأن موقف الاتحاد الأوروبي أو موقف خاصة ألمانيا وفرنسا هي تؤمن بأن هناك نظامين لكن هم يؤمنون بأن هناك دولة واحدة وهي الصين وأجد أن هذه الاتفاقات أيضا تم الاتفاق عليها خلال زيارة شولز المستشار الألماني ووزيرة الخارجية الألمانية خلال السابع الأقيرة وكذلك مع الرئيس الفرنسي فإذن هناك احترام إلى عدم التدخل في أشؤون الداخلية إلى تايوان لكن أجد أنه الاتحاد الأوروبي وبورويل يروج إلى موضوع هو بين مزدوجين يافطت حقوق الإنسان هي ترفع يافطت حقوق الإنسان في تايوان لكن هي تبعية إلى الولايات المتحدة وهذه التبعية أجد أنه الآن دول أوروبا ليس في وارد بالدخول في أي اتفاق أو عسكري خاصة موضوع الصين هي تتجنب تبعيتها إلى الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر